اهلا بكم من جديد ابراهيم وبدر لاما اخوان فلسطينيان دخل تاريخ السليمة المصرية من اوسع ابوابي فهم اول من قدم فيلم رواي مصر طويل وهو فيلم قبلة في الصحراء عام 1927 بعد انشاءه لشركة انتاج اول شركة انتاج في الاسكندرية قدم من خلال هذه الشركة ما يقرب من 30 فيلم للسينما المصرية والعربية كل هذه الافلام جميعها قام باخراجها ابراهيم لاما ومثل في حوالي 20 منها يعني قام بدور البطولة في اكثر من 20 فيلم منها اخوه بدر لاما الحقيقة ان ابراهيم وبدر لاما علامتان هامتان ليس فقط في مجال الاخراج والتمثيل والانتاج ولكن ايضا في مجال التأليف والتصوير وسنتحدث عن مسيرتهم الفنية الرائدة والفريدة في تاريخ السينما المصرية في هذه الفقرة مع ضيفنا الكريم مع الكاتب والناقضة الاستاذ جمال عبد القاطر اهلا بيكا فاند الاخوان لاما ابراهيم وبدر هم من اصل فلسطيني لكن العائلة هاجرت الى الارجنتين حيث نشأ هناك في هذا البلد الغربي وكانت علاقتهما بالسينما بدأت هناك علاقتهما بالسينما يا استاذ جبال حدثنا عن هذه النشأة وهذه البداية هو زي ما زكرت يوم ما سافروا الامريكا اللاتينية والارجنتين تحديدا لممارسة الاب مهنة التجارة وكان عندهم ولع وحب وعشق للسينما وكانوا طبعا من طبيعي للسينما الامريكية والايطالية والسينما الاوروبية بشكل عام فقاموا بشراء كاميرات وكان في حلمهم انهم يطلقوا على فلسطين او الشام فوقتها ويبدأوا حلمهم في دخول صناعة السينما ان كانت نكاية السينما هناك في الشام كان تبتدي او بقالها سنوات قليلة هناك بدأت في العشرنات لكن لظروف مرض احد الاخوان توقفها في اسكندرية وهنا تغيرت معالهم الرحلة وبدأت رحلتهم وعشقهم لسينما يبتدي هنا في مصر في اسكندرية طب أستاذ جمال هم قضوا او قضية بعض الوقت في فلسطين قبل الهجرة الى الارجنتين وتشالي بالتحديد ولا العائلة هي اللي هاجرت وتم ولادتهم الاثنين في الارجنتين لا هم ولدوا في فلسطين وبعد كده سفروا على الارجنتين قضية بعض الوقت في فلسطين في بيت لحمة بالتحديد ثم هاجر الى الارجنتين طيب خلينا بنا نتعرف هم اذا جاء الى الاسكندرية وفي ذهنهما هذه الافكار عن السينما مش بس مجرد افكاره لكن حلم الحقيقة أستاذ جمال حلم تم تحقيقه على ارض الواقع في الاسكندرية كانت البداية في الاسكندرية حيث انشاء اول شركة انتاج او عندك كلمة اول اول شركة انتاج في مصر كانت هذه الشركة ولا كلمة اول هنا بتحول الى اي اه طفل من اول اول اه 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 اول شركة كان في بقى عزيزة امير مثلا كانت عزيزة امير محمود الفقار كانت فاطمة الرججي بدأت كان محمد كريم مصطفى الرستي بدأت يعني موضوعه كلها كانت محاولات فردية فوز الجزائيل اللي وفرقيته كان عاملوا افلام سنة السمعتاشر يعني كان فيه محاولات لكن شركة بالمعنى المفهوم هما اللي عملوها ككيان يعني موضوع فاطمة الرججي بتصرف على فلماء لكن مافيش كيان اسمه شركة انتاج كذا فهم كلهم بدأوا في متزامن يعني ما تدريش تقولي ده قبل ده هما كلهم بدأوا في توقيت مقارب لبعضهم نعم يعني ما اقول اول شركة انتاج بالفعل من الاوائل اه طيب من الاوائل طيب اذا هما جاء للاسكندرية من حسن حظنا يعني هما لم يستطيعوا اكمال الرحلة الى فلسطين وهكذا وجاء للاسكندرية وبالفعل يا فندم حققوا الحلم كما ذكرنا وكان الهدين الاخوين يعني الريادة كان لهم او على ايديهم قامت السينما المصرية ايه دور الفعال يا فندم اللي قام بالاخوان او لاما حتى نقول انهما تم تأسيس هذه السينما المصرية على اكتافهم ماذا قام بالفعل؟ انهما بعد ما استخدموا الكاميرات المنبر بدأوا الاول يعملوا ازاي تجارب يصوروا تجامعات اصدقاء يصوروا حفلات خروج النيل المناظر التبعية ويعرضوها البعض في تجامعاتهم ايه كاصدقاء ثم بدأوا بعد كده مرحلة دخول افلام الصامتة القصيرة وبدأوا هنا يطلع فيه منتج يخرج للجمهور ويعرض للناس بعد شوية الصامت تحول لمتكلم على اليوم في المتكلم كانوا مركزين قوي على الهوية الشرقية اللي هو صلاح الدين فتح مصر كل الافلام كانت كله بصم افلام التاريخية طب قبل قناتي الى مرحلة السينما الناطيقة خلينا احنا رسنا في البدايات خالص يعني احنا نتكلم عن اول فيلم فيه السينما المصرية كان فيلم صامت اللي هو قبلة في السحراء وانا حقف عند كلمة اول فيلم كما قفت عند كلمة اول شركة انت هل بالفعل هم قبلة في السحراء هوا اول فيلم ولا فيلم ليلة العزيزة اميرين هناك خلاف يعني حقيقة وانقسام بين المؤرخين حول هذا الامر انه فيلم يا فندم قبلة في السحراء هو الاول لانه عرد في يناير سبع عشرين فيلم ليلة نوفمبر سبع عشرين وده ثابت في كل الموصعات انه هو السبق في العرض فهو يعتبر اول فيلم عرد في السحراء هو قبلة في السحراء اذا قولا واحدا هناخد من اساس جمال على الرغم من هذا الانقسام الكبير اللي اردته في كثير من المقالات الحقيقة انه هو ليلة ولا قبلة في السحراء وهكذا اول فيلم رواي في السلم المصرية كان فيلم قبلة في السحراء على يد الاخوين اللامة في 1927 وكان في الاسكندرية طيب ما يثير بال الانتباه وحضرتك ذكرت هذا هذا المعلومة بالتحديد منذ قليل وقلت انهم بدأوا بالافلام التاريخية صلاح الدين فيلم كليوباترا فيلم قيس وليلة وهكذا فتح مصر كمان في الاربعينات هذا الامر خاص بالبدايات فقط ولكن ايضا كان في الاربعينات اه تمام بس انا حاول برضو عند البدايات لانها برضو مرة اخرى مثيرة انتباه انتباه في النقطة انت نورد الناس جايين ثقافتهم معظم هذه الثقافة جايين ثقافة غربية هم طول عمرهم في الارجنتين وهكذا بداية من فيلم قبلة في الصحراء اللي بتدور احداثه في احداث صحراوية وبعدين افلام زي صلاح الدين افلام زي كليوباترا فيلم زي قيس وليلة انت انا بتتكلم على افلام تاريخية بتتكلم على بيئة عربية على بيئة صحراوية ايه اللي كان في دماغ الناس يا فانتم حتى يركزوا على هذه الموضوعات بالتحديد هو اللي كان في دماغه ان هم بينتموا لأي ثقافة والجمهور المستهدف بينتم لأي ثقافة لو انا قدمت افلام فيها نزع اوروبية تم اوريدي السينما الاوروبية موجودة هنا في مصر سواء انجليزية او امريكية او فرنسية ايطالية كلها بتعرض للطبقة الروسوغراطية في مصر فايه المختلف اللي انا اقدمه الطبيعي ان انا كشرقي او عربي او فلسطيني او مصري بقدم سينما مصرية للجمهور المصري فكان لازم اروح للهوية المصرية علشان انا بقى جاذب للجمهور ومختلف عن السينما الاجنبية اللي بتقدم فكان لازم الجمهور يشوف نفسه فيها بالاضافة ان المصرح في الوقت ده سواء بقى رامسيس او فاطمة رجدي او عالي كسار برده كانوا بقدموا المصرحيات الشعرية او المصرحيات اللي فيها الشكل العربي او الشكل التاريخي فطأت سورا بالمصرح كان لازم اخد نفسه معظم المصرحات دي ويحط كمان فيها الشكل الغنائي عشان بقى جمعت كل التوريفة اللي الجمهور يقبل عليها سواء رواد السينما الاجنبية او رواد المصرح والتياترات اللي متعودين على الاغاني والمقطوع زي مجنون ليلى قص وليلى الحاجات اللي كانت بتورها في المصرح نعم نعم طيب دروادس ممكن يكون برده احد الاسباب يعني ان ابراهيم لانا كان برده بيرضي اخاه او اخيه الى حد ما يعني قالك ده بدر هو عاشق الافلام الامريكية والبطل الامريكي موجه الخصوص اللي هو فالنتينو اللي هو كان بيقوم بادوار المغامرة في بيئة صحراوية وهكذا وبالتالي هو كان كان مغاجب كثيرا بهذا البطل وكان بيرغف في تقليدي وبالتالي اتفصلت الافلام دي بناءا على يعني رغبات ده ده توارده طبيعي لانهم اصحاب المشروع فطبيعي بيفصلوا المشروع على حسب افكارهم على حسب هوا النجم يعتبره في وقتها كان بادر لها مأحد نجوم السينما المصرية لان كان عدد النجوم وقتها قلال جدا فهم ضمن النجوم دي فطبيعي ان العمل يكون مناسب له شكلا وفيزيكا وكل الحاجات لان يقدر يؤديه كأحد أبطال السينما في الفترة دي فالتأثر كان واضح وشهوه بس معزم نجوم السينما في المرحلة دي والذي بعدها كان متأثرين ببعض النجوم السينما الأوروبية والأمريكية هنا هتلاقي اللي بيقال جريليوس زي مين؟ زي مين؟ الشخصي اللي كان بيقال جريليوس شوية عبد سلام النابولسي وفي بدايات فوق المهندس اللي هو الشخص الـ هو في النهاية فقير أو كذا لكن عنده بعض من الغرور والثقة بالنفسه بدون مبرر يعني وفي اللي كان بيقال كاركي جيبل زي أحمد ماظر في بداياته يعني التأثر بسلمة الأوروبية كان في البدايات كان مببود قبل ما تاخد كل واحد ياخد صبغته ويلحط شخصيته معانا جزء من فيلم قيس وليلة يا أستاذ جميل مشاهدينا لهذا الجزء من فيلم قيس وليلة إنتاج الأخوان لاما وبطولة بدر اللاما مشاهدينا لم يكن الأخوان لاما وراء تأسيس السينما المصرية فقط ولكن كان وراء تأسيس السينما الفلسطينية أيضا ويظهر هذا من خلال فيلم شبح الماضي اللي تم عرضه في مصر وفلسطين في نفس التوقيت من عام 1935 وأيضا فيلم الهارب اللي تم تصويره كاملا في بيت اللحم في فلسطين وعرض عام 1936 أستاذ جميل خليني أبدأ بالفيلم الأول اللي هو فيلم شبح الماضي وده كان بطولة ندرة وبدر اللاما وإخرى طبعا إبراهيم اللاما وده عرض عام 1935 في مصر وفي فلسطين ده معناها أن السينما الفلسطينية بدأت يعني في نفس التوقيت اللي بدأت فيه السينما المصرية أستاذ جميل نحي بدأت في النشنات عن طريقة حضرواضة إبراهيم حسن الكامل وأحمد الكبالي وبرضو بدأت بنفس الطريقة الكاميرات بنبدأ نصور زيارة الملك عبعيز السعود بنصور شخصيات العامة ونعرضها في أماكن تجمعات الشلة ثم المحاولات الفردية اللي أنشأت السينما في الشام طبعا كانش فيه تأسيم وقتها فلسطين والأردن وسوريا فكان في الشام بدأت في نفس التزامن لكن ما كانش عندها القوة والاستنمارية اللي حصل في مصر فلما بدأت تظهر فهو محنين لهذا الوطن الأساسي لما بينتج الفيلم هنا فبيعرضوا بالتزامن هنا وإناك دعما للجمهور والدور العرضين وفيلم آخر زي ما حك ذكرت صوره هناك وعرض فيه في فلسطين وعرض في مصر اللي هو فيلم الهارب يعني فيلم الهارب بقى اللي هو صوره كاملا في بيت اللحم بفلسطين وبالتالي يعني هنا هما أكيد كده يعني كان لهم يد على الأقل من خلال هذا الفيلم بالتحديد فيه تأسيس السينما الفلسطينيات ده حقيقي لأن أحداث الفيلم ممكن تطور في أي مكان يعني مفيش مبرر لي أنه هو يصور في فلسطين إلا حبا في أنه يكون هناك داعم للسينما الفلسطيني في بدايةها زي ما قلت لك أن كانت مشكلة السينما سواء في فلسطين أو سوريا أو لبنان الاستمارية بدأت من العشريات لأنها توقفت لفترة ورجعت ورجعت توقفت تاني في الأربعانات بعد النجبة وتوقفت كثيرا فكانت مشكلتها في الاستمارية هذه المعلومات اللي بتتحدث عن فيلم الهارب اللي هو تم تصويره في فلسطين هي جاءت فيه فيلم وطائقي الحقيقة تم صناعته عن الأخوين لاما وكان أخرجه الفلسطيني رائد دوزدار وهو أكد هذه المعلومات نحن معنا التريلور هذا الفيلم ولكن فيلم وطائقي فيلم وطائقي يا فندم عن هدين الأخوين أهم ما جاء فيه يا فندم أولا تاريخه ذكروا في الأفلام أنه من أساس السينما المصرية وده حقيقي وأنهم أقدموا دعم بشكل أو بأخر للسينما الفلسطينية أو السينما في الشاب في حتها وده بالفعل الحقيقي لكنهم كانوا سيئين الحظ في النهايات التي تعرضوا لها في الآخر لكنه يظل أحد رواد السينما المصرية وصانعيها والسينما الفلسطينية نفس الشيء لكن إنجازه الأكبر هنا في مصر أكثر من فلسطين طيب معنا التريلور هذا الفيلم الوثائق يا فندم طيب إلى التريلور فيلم الأخوين لاما للمخرج الفلسطيني رائد دوزدار ألف وتسعمائة واربعة وعشرين وصل إلى الإسكندرية شابان فلسطينيان قريبا وهما إبراهيم وبدر لاما ومن بيت لحمة مهد السيد المسيح تبدأ الرواية كانوا بدو يجوا اللي بيت لحم نسوه بستوديو للأفلام لهذا فنزلوا على الإسكندرية إبراهيم طبعا هو المخرج وبدر هو الممثل أولا ما هي البداية أن نحن نثبت التاريخ ولا نتنافس على الريادة لأن الريادة بالمعنى التاريخي لمصر طبعا أول فيلم يُعرض في فلسطين وتحديدا في فندق يوربا بالقدس عام 1900 يعني دي كل المستنعات تغطي فيلم مصر في فلسطين بدروا إبراهيم مش يهود بدروا إبراهيم مسيحيين من بيت لحم فلسطينيين أصلهم مدد فيلم أبعد تمت رميمه يعني واشتاغل بعد كلا يعني أنا بعتبر بدر وإبراهيم لامة أم العلامة الأولى في تاريخ السينما الفلسطيني مشاهدين قدم إبراهيم لاما وبدر لاما سويا العديد من الأفلام ولكن هذا لا ينفي أن كل منهما عمل منفردا يعني إبراهيم أخرج أفلاما لم تكن من مطولة بدر أخيه وبدر أيضا مثل في أفلام لم تكن من إخراج إبراهيم أخوه طيب أنا حبدأ بإبراهيم أستاذ جمال إبراهيم هو تعاون مع فنانين مختلفين الحقيقة وقدم أفلام من إنتاج آخرين نذكر منها على سبيل المثال واخذة الضمير في المضحايا في المخباية الدنيا كل هذه الأفلام كانت من إنتاج آخرين وكانت البطولة فيها لآخرين أيضا وبالتالي البطولة لغير بدر لاما هنا بيرجع لأن القائم على الفيلم المنتج هنا هو اللي جاب البطل بقى الذي يرضيه يعني ولا هناك أسباب أخرى لا لأن السننة في وقتها كان عدد المقابلين فيها مخرجين أو نجون السننة عدد محتوظ جدا يعني ففي هذه الظروف دي المشروع قائم وتم الاستعانة بإبراهيم لاما يعني أسيا مثلا أو مالك ميناء وتعاون مع أسيا في أحد أسيا تعاون مع أسيا في بغز الضمير فهو داخل على مشروع يعني عندها مشروع ومحتاجة مخرج نعم وهو بنفس الشيء الطلب كان نجمع بدل لاما في أفلام أخرى فكان متاح أن مثلا عزيزة أمير تشتغل مع حد غير محمود ومحمود يشتغل مثلا مع حد غير عزيزة لأن الحكاية كلها على بعضها محدودة فممكن يحس يحدث التغير والإحلال والتجديد ده علشان حتى الصناعة تستمر يعني شركتها بيباولها من أجره الخاص لو فيه فرصة أنه يشتغل مع شركة أخرى ويحصل على أجر يدعم به مشروعه القادم بيعمله كده بس بدل هي عمل في فيلم واحد بس بعيدا عن أخي إبراهيم بدل بدل اللاما كممثل عامل في فيلم واحد اللي هو فيلم مع نيازي مصطفى فيلم ربح عام 1945 ده كان من إخراج طبعا نيازي مصطفى والحيه هو يعني ده دليل على إيه بقى ده معناه أن بدل يعني هو ده أصبح نجم شباك كبير وعليها الإقبال من المخرجين والمنتجين وهكذا ولا تفسير حضرتك إيه هو في الفعلي كان في الفترة دي من أحد نقوم الشباك يعني كان عدوه مليل جدا ولو أعتقد لو كان استمر فترة تانية كان هيكمل مع شركات أخرى ومع مخرجين آخرين يعني لأنه كان حق نجحات جيدة من خلال شركته من خلال أخوه والطبيعي أنه يبقى مطلوب من شركات أخرى لكن زي ما قلنا هي في البداية كان الموضوع ماشي بشكل عائلي أكتر عزيزة أبيل زي ما قلنا ومحموز الفقار أسيا ومالكين وحمد جلال بادر لما ومراهيم لما فاطمة رشدي وإنصاف ورتيب يعني هتلاقي الموضوع عائلي أولا ثم يحصل من وقت الآخر التغير والإيه ده تطور المنطقي يعني ده تطور الطبيعة تطور المنطقي يعني الأمور خاصة برضو أن في المربحة ما أبعدش بعيدا عن يعني زي هم نقول كده ميول بدر الاما برضو عن المتحدث عن الصحراء وعن العالم البدو وهكذا وبالتالي جاء يعني في العالم الذي يعشقه بدر الاما لأن يعشقه وبيخبه ورغبه كثيرا يعني غاليا هو بينه عن المجتمع المصري المجتمع المصري مش أغلبه بدو وخيام وصراعات قبلية مجتمع مصري كان مرحلة متطورة عن كده لكن هو باعتبار أن أصل المنطقة العربية كلها العرب اللي بينتموا لهذه الثقافة فكون بيقدموا علشان يبقى عمل خاص بالعرب ككل ومش المجتمع المصري فقط نعم طب تجربة الأخوين بقى منفصلين كلهم يعني بمفرده هل كانت تجربة نجاحة ولا عملهم مع بعض كان أكثر نجاحا عملهم مع بعض كان أكثر نجاحا لأنه كان أكثر استعمالية من حيث زي ما ذكرتي عمل واحد اللي بدر كبطل مع مخرج آخر والتجربة ما استمرتش أنه بعد كده توفى حتى أثناء تسويق اللي هو البدوية الحسنية بدر لاما عنده تجربتين جايديين لكن برضو كل ما هنتذكر أفلامهم هنتذكر أفلامهم اللي هم فيها مع بعض نعم يعني في رأيي حالكني دي كانت أفضل كانت الأفضل كانت الأفضل معنا جزء من فيلم ربحة كده بتولة بدر لاما وإخرج نيازي مصطفى شاهديني إلى هذا الجزء من فيلم ربحة الله قالوا أنك حيالة أبوها I haven't told that you are ill I'm perfectly well I never felt so good in my life أخي يا ربي واش هل عملا مشاهدين الثناء إبراهيم لاما وبدر لاما كان معهم طرف ثالث ردد اسمه كثيرا في الأفلام التي قدمها الأخوان ما بين السيناريو والحوار والإخراج هذا الطرف الثالث هو السيد زيادة أستاذ جمال ما هو الدور الذي لعبه السيد زيادة في تجربة الأخوان لاما السيد زيادة في الأصل كان صديق لهم لأنه كان صحفي وروائي وبعد شوية بعد قربه منهم بدأ أحيانا يشارك في كتابة سيناريو والحوار لأن الموضوع ما وقتها زي ما قلنا ما كانش فيه تخصص موضوع بيتم كده بشكل اجتهادي بعد ما كان لي كم تجربة في كتابة سيناريو وقبلها الرواية والقصة كون شركة إنتاج وبدأ يشارك هو نفسه كمؤلف وكم مخرج سواء في أفلام معهم أو في أفلام مع أطراف أخرى لكن معهم كان جزء المساعد مخرج جزء المشارك في كتاب السيناريو والحوار بالتعاون مع إبراهيم لاما فكان ليه دور كبير في أفلامهم يعني طيب من بين الأفلام اللي شارك فيها سيد زيادة في كتابتها كان فيلم البدوية الحسنية وده قدم عام 1947 وكان آخر أفلام بدر لاما يعني قبل أن يتوفى وهكذا الفيلم ده يا فندم يعني يلائم بدر لاما تماما يقوله زي ما يقوله كده متفصل على مقاسه هل ده بيرجع لمشاركة السيد زيادة في تأليف قصة هذا الفيلم لمشاركتهم مع بعض يعني هو زي ما بيحصل مؤخرا دلوقتي اننا نشوف طلابات النجم وده على فكرة ما هواش يعني مش غلط ان انت بتشوف طلابات النجم او بنبدأ نرسل مع بعض الحكاية هتلبينه ويتمشي ازاي وطبع يلائم البطل ببعين هو اللي هيقدم الفيلم او اكتب بقى الشخصية وبعين ودور على ما يلائمها يعني يسعب بتمشي كده او كده لكن في حال البدر لاما ببعين هو المنتج هو البطل هو والمخرج أخوه فالحكاية بتترسم على هذا البطل علشان تلقمه شكلا وموضوعا يعني هذا هو محدث في كل الافلام يعني لكن في الفيلم ده بالتحديد النقاط بيقولوا كده الفيلم ده بالتحديد يلائم او بادر لاما الجديد في الفيلم ده هو سيد زيادة الحقيقة وبالتالي ممكن نرجع هذا بعض الشيء بالزفق ل مشاركة هذا الرجل في هذا الفيلم التحديد معنا جزء من الفيلم ده باستاذ كمال وشهديني الى جزء من الفيلم البدوية الحسناء اللي تأليف بدر لاما والسيد زيادة وبطولة بدر لاما واخراج ابراهيم لاما عبادة والليلة بس عرفت ان ديكي صوت ملايكي ملايكي شياطيني شيء ما يخصتش يخصنيش ازاي طيب معلاش قمنا انت ما تسألتنيش ايه اللي اخرني لا ما تسألتش لا تسألي لا ما تسأل لا تسألي لازم تسألي طيب حصلك ايه هاد استصادم بلوفم دي ايه هو على الخيح دي المدنزيل بدرية من فضلك المدنزيل بدرية سفرت سفرت انت بالليل للطيارة مستبت لحضرتك الجواب ده عزيزي ثاني اترافل السفر لأمر خاصي الوداع ده اللي محدش قدر يعرفه كل اللي عرفه انها بدوية وسبب بلادهم الله أعلم بدوية سواحي مشاهدين لعب الأخوان لاما دورا هاما في تقديم الفيلم الغنائي من خلال أفلام مثل الضحايا وعاصفة الربيع كما لعب أيضا دورا هاما في تقديم الوجوه الجديدة مثل أنور وجدي وشتية ومجدة أنور وجدي وشتية ومجدة ومحمود المليكي ومحمود المليكي ها كان موجود في صلاح الدين برضو ده صحيح طيب بالنسبة لفيلم الغنائي فإن دهما قدم أكثر من فيلم غنائي كانت البطلة فيه مطربة يعني ندرة على سجل المثال في فيلم شبه الماضي ليلة مراد كان في فيلم ضحايا شتية كان في فيلم عاصفة الربيع وهكذا بالفعل ده يخلينا بالفعل نقول أن الناس دي كان لها يد في الترويج دي يعني فيلم الغنائي طبيعا زي ما ذكرت في الأول أن معظم الجمهور جاي من خلفية مصرحية يتفرغوا على مصر يتفرغوا على تياتره فلازم لما أنقلهم لميديا جديدة وعالم جديد لازم يلاقوا الشكل اللي هم تعودوا عليه فلازم بقى فيه الجزء الجنائي علشان الجمهور ما يحسش بملل من قصة طويلة من مدة ساعة ونصف أو ساعتين مش متعودين عليها فكان الشكل الغنائي منتشر جدا في الفترة دي يعني مش هتلاقي فيلم يخلو من الأغنية لم يكن قائم على عدد من الأغاني وطبيعي كنا محتاجين وجوه أو أصوات صاعدة أو ناشئة عشان تدخل في فيلم الكل شرية بطلة على غرار مثلا مكولسوم عبد الوهاب اللي كانوا أبطال أفلامه فاستعانوا بالأصوات اللي هي كانت في بدايتها زي ليلة مرادو بوشادية وندرة اللي هي كانت زهرت برضو يعني هما مطلبات وجوه جديدة في نفس الوقت ده هي طب وده هيخدني الفكرة للوجوه الجديدة يعني مجدة في القفلة تسير أنور وجدي بصلاح الدين وأيضا محمود المليجي في صلاح الدين فكرة تقديمية للوجوه الجديدة كانت أحد أحدهم ولا أصلا الدنيا كلها كجديدة ما كانش في أصلا النجوم في أي حال تجاي هو وجه جديد هما نفسهم كانوا وجوها جديدة لا الحكاية كلها لأنها كت وليدة فطول الوقت إحنا محتاجين وجوه جديدة عشان ندعم بيها هتلاقي مثلا استفان روستي وده حد مهم جدا في صناعة السينما على فكرة كان بدايته مخرج لأفلام فاطمة روشدي في السينما الصمتة تحول لممثل لأننا طول الوقت محتاجين وجوه جديدة وممكن يبقى مثلا ممثل أو اثنين اللي عندنا مشغولين بأفلام أخرى طب إحنا عايزين حد يظهر أو يصعد فناخد من الأدوار الصغيرة اللي في المسرح في فنة رامسيه زي ما حصل معانوار وجدي ونبقى نصعده في السينما خاصة إذا كان شكله مجبول إلى حد ما يعني فالظروف وقتها كانت متطلبة أن يبقى فيه وجوه جديدة سواء رجالي أو النساء أو صوات شابة علشان تملى هذه الصناعة اللي لسه بتمنه طب من ضمن الوجوه الجديدة التي تم تقديمها سمير لامة قدم المخرج إبراهيم لامة ليقوم بدور البطولة بدلا من بدر لامة فيها الأفلام بداية سمير ابن مين فيهم؟ إبراهيم ولا بدر؟ إنه برضو هناك اختلاف في هذا لامة سمير إبراهيم لامة سمير إبراهيم لامة إذن استعان به ليقوم بدور بدلا من عمه آه تحقيق لكنه ما حقاش النجاح كنت لسه أقولك ماذا فعل يعني ابن الأخ لم يفعل شيء لم يفعل بأنه قدم بأكتر من عمل برضو أستاذ جبالي يعني شارك هنقول في الحلقة المفقودة سكة السلامة عصفة الربيع القافلة تسير ومع نجمات يعني في منتهى اللطفة الحمامة عفاف شاكر شادية مجدة وبالتالي هو لم ينجح لم ينجح بسط كل لغبة كل الدعم ده كله عشان كده ما استمرش حتى بعد إبراهيم لامة أو لما ابتعده هو كمان ابتعد يعني هو حتى ما كملش كممثل لوحده بشكل منفرج في السينما رغم كل المحاولات وخلاص بقى مطروح كأحد الأبطال أو حتى أدوار تانية لكن هو لأنه ما حقاش النجاح فما استمرش وابتعد مع إبراهيم لامة بعد كده يعني إذن الأفلام التي قدمها مع إبراهيم لامة فقط لأن إبراهيم لما كان المخرج ولكنه لم يثبت نفسه كممثل وبالتالي لم يشارك وما خدش طبعا ما كان عمه اللي كان بطل أول في فترة من الفترات ما قدرش يستمر بعد كده ما قدرش يستمر بعد كده طيب إحنا مفترض معنا جزء من فيلم عاصفة الربيع اللي هو بطولة سمير لامة ومع الفنانة شادية طيب خلاص طيب خلينا نتكلم تاني على تجربة أي من الوجوه الجديدة اللي تم تقديمها يا فندم وأثبتت نفسها سريعا يعني قدمها إبراهيم لامة وبدر لامة وأثبتت نفسها سريعا تحدثنا عن محول الماليجي وأنور وجدي إحنا نتكلم في التلاتينات على دات الأربعينات كان نجم أول يعني هو بعدها شارك في أعمال مع يوسف وهبي غرام انتقامه وانتقام الشباب مع يوسف وهبي واسمه بعد فترة أنور وجدي بقى صف أول وفي الأربعينات بقى أشهر نجمه وأشهر منتج وأشهر مخرج محمود الماليجي ثبت وجوده واستمر وكمل حتى هذا الموصل العظيم يعني الحكاية تبتدي زي ما قلنا وهو الاستمراريها اللي بتأكد إذا كان في نجاحه أو لأ أنور وجدي استمر وماليجي استمر سامير لامة ما استمرش فأعتقد أنور وجدي هو أشهر من خرج من بدرس البدر لامة نعم طيب خلينا برضو نتكلم على الإنجازات الأخرى التي قام بها الأخوان لامة وبالتحديد بإبراهيم لامة إبراهيم لامة ينسب لي أنه هو أول المخرجين الذين قاموا بالتصوير في جنوب إفريقيا في غابات السودان وفي غابات كينيا من خلال فيلمين بالتحديد وبالتالي ده بيحسب لي فبالتالي فيلم الحلقة المفقودة سنة 48 وفيلم القفلة تسيير عام 51 ماذا عن هذه النقطة وهذا الإنجاز؟ فالفترة دي كانت سودان من جزء من مصر فهنا نعتبر برضو نصور في مصر فهم راحوا للأماكن أخرى مختلفة علشان يبقى فيه مناظر طبعية أو صورة غير المعتاد عليها إذا كانت في حرة مصرية أو في ديكورات مكررة فبالنسباله يحسب له أنه خرج بره الإطار المعتاد أو اللي كان بدأ يتكرر في بعض الأفلام لكن في النهاية هي مصر برضو لأنه وقتها كانوا كلهم دولة واحدة لكن برضو يحسب له أنه خرج ورح لمكان ما أدخلش أنه حتى تكرر بعد كده كتير فيلم زي الحلقة المفقودة هو شارك فيه سمير لاما يا أستاذ جمال حتى هذا الفيلم لم ينجح على الرغم من تجرباته وموضوع الجديد للغاية يعني من التصور في جنوب أفريقيا وهكذا والغباط ومش عارف ايه هل ده حتى مع وجود هذا الموضوع لم ينجح لأنه لم ينجح لم يكن هناك اسم جاذب للشباك وكما لم يكن هناك مصر جيد لأنه حتى الأفلام التي تنجح نحن نسمع عنها بعد كده يعني حتى نرد قبلها في الصحراء وليلة وولاد الزوات والأفلام هذه حتى ومكانت نحن لا نرى بها ولكن نسمع عن نجاحها فالأفلام هذه التي اختفت طبعا جزء منها من الأفلام أو موظمة حرق في شركة بادلاما لكن هو لو كان حقق النجاح كان الفيلم فضل في ذكرتنا وهو يعني النجاح بيجيب نجاح كان استمر كان ممثل لكن ده ما حصلش ده صحيحنا معنا جزء من هذا الفيلم النادر يا أساس جبان مشاهدينا إلى هذا الجزء من فيلم عاصفة الربيع بطولة سمير لامة وإنتاج وإخراج إبراهيم لامة مشاهدينا أهلا بكم من جديد فيلم عاصفة الربيع اللي هو من بطولة سمير لامة وإنتاج وإخراج ولده إبراهيم لامة كان من بطولة الفندانة شادية منطلقت شادية بعد هذا الفيلم يعني انطلاقة واسعة ماذا حققت شادية فندن بعد هذا الفيلم بعد كده دخلت في تعاون مع محمد فوزي وبعد اعتبرها البداية الحقية لشادية بتعاونها محمد فوزي وقدمها بشكل مختلف لكن فعلا دي البداية الحقيقة لكن يمكن البداية التانية اقوى زي ما قلنا ان لانه مع سبيل لا ما محاجهش نجاح فحتى النقاط والمورخين ما اعتبروش بداية شادية من هذا الفيلم ما اعتبروا بدايةها مع محمد فوزي لانها مع محمد فوزي حياة نجاح كبير وظهرت بشكل مختلف واستمرت معاها في اكتر من عمل كدور صغيرة او دور تاني وكمنت في انطلاقيتها بعد كده طيب ماذا عن مجدة بقى في القفلة تسير نفسك مجدة ظهرت في القفلة تسير لكن لانه برضو العمل ما تشافش بشكل جيد اعتبروا بدايةها بشكل اخر بعد كده بشوية نعم نعم يعني دائما البداية لما بيكون ضعيفة صحيح لا تحسب يعني حظوهم بقى ان كانت البداية بهذه الطريقة ولكن يعني في نهاية الامر يعني هما دخل على سليمة على يد ايضا الاخوين لاما وعلى يد ابراهيم لاما بالتحديد طيب خلينا ناخد جزء بقى فيلم من جزء من فيلم عصفة الربيع مشاهدينا لهذا الجزء من عصفة الربيع بطولة سامير لاما وانتاج واخراج ابراهيم لاما وانت يلا يلا يا حبيبي اتجد عن كده وخليك شجاع يلا مشاهدينا قدم الاخوان لاما العديد من الانجازات للسينما المصرية قدم اول فيلم مصري رواي طويل قدم الافلام الغنائية قدم الافلام التاريخية قدم افلاما صورت في احراش وغابات جنوب افريقيا يعني قبل ان نختم هذه الفقرة والساس جمال يعني خلينا نسأل السؤال اللي بيفرد نفسه يعني الاخوان لاما او كل من ساهم في تأسيس السدفة المصرية رجالا كانوا اما نساء نحن اليوم كلهم كانوا متعددين الاطوار يعني مخرجين ومنتجين وممثلين ومنترين كل هذه الادوار كانوا كلهم يعني بيقوموا بيها هل دا سبت هذا العصر ولا فكرة ان هو احنا في البدايات يعني انه عاني من نقص في هذه التخصصات وبالتالي يعني مجبر اخاك لبطل لان زي ما ذكرت الموضوع كان السنة وقتها كانت لسه فطور الوليد لسه ما فيش حد عنده خبرات سابقة ما كانش فيه لسه دراسة فكان اللي عنده شكل اجتهادي بيعمل كل حاجة يعني بيعمل هو احيانا بيرسم الدكور بنفسه ويعمل من قبس يكتب يخرج يصور يمثل كل حاجة بتحصل بعد شوية ودي برضو تحسد له احمد سالم لما تولى رئاسة استوديو مصر بدأ يصفر مخرجين ومنترين يدرسوا بره علشان يرجعوا ويبقى الموضوع بشكل مهني ومتخص اكتر كلام ده في منتصف الثلاثينات ما قبلها كله كان الموضوع ماشي بشكل اجتهادي اللي اتنين بيكتبوا واللي اتنين بيخرجوا واللي اتنين بيمثلوا فالموضوع كان ايم عليه الموضوع اللي هو المشروع العائلي او المشروع الاصدقاء بشكل اكتر منه مهني كان امر بيفردوا الواقع الحقيقة كان بيفردوا الواقع والظروف طيب في نهاية هذه الفقرة نشكر حدك شكرا جزيلا الكاتب الناقضة الأستاذ جمال عبدالقادر شكرا جزيلا شكرا جزيلا مشاهدين انتات هذه الفقرة ما زال هناك فقرة تانية بعد الفاصل عن تصميم الازياء من زاوية اخرى فابقوا معنا شكرا جزيلا 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 شكرا